فعلا أنها تماما موجودة بالجامعة وحاليا صحيح صحيح تقريبا عشرين يوم من ناقش الرسالة بس لحد الآن الأوراق ما زالت مطلوبة وكل يوم لازم راجع الدكاترا والجامعة أكيد يعني هاي التفاصيلية الروتينية هلأ المهم حصلتي على هذه الدرجة يعني هلأ يعني وقت عم نقول أول دكتورة سورية بالإعلام يعني أدي هاي المعلومة دقيقة بالضبط هلأ نحنا إذا مننا نكون أدق لحتى نحدد أكتر أول دكتورة أول طالبة سورية أخذت شهادة الدكتورة من الجامعات التركية حصرا وإذا مننا نحدد أكتر من إسطنبول فعلا نحنا شفتي يعني بعد الحرب وكلاتنا تفرقنا وصار فيه أصلا طلاب سوريين موجودين بالداخل وشي بره يلي بره من زملائنا يلي طبعوا وحتى يبلشوا يدرسوا دكتورة أو حتى يكملوا دراسات العليا ليوصلوا لمرحلة الدكتورة هنا نقلال وأصلا كلاتنا نحنا نعرف بعض الحمد لله أنه صحت لي فرصة مباشرة أكمل دراستي هون بالجامعات التركية من مجرد موصلت على التركية وبعد رحلة تقريبا ست سنين مع سنة اللغة قدرت الحمد لله أتجاوز هاي المرحلة فلذلك فعلا هو درجة الدكتورة إذا مستعرض اللي تخرجوا من جامعة دمشق مانستر والليسانس فأنا الوحيدة اللي أخذت هلأ شهادت الدكتورة من الجامعة التركية وخاصة جامعة مرمرة حكومية الحمد لله يعني منبارك لك وهذا فخر للسوريين دكتورة حكيت عن رسالة الدكتورة لو بتحكينا عن الرسالة شو الرسالة بتعرف أن احنا بنعرف يعني الواقع في سوريا والواقع في تركيا شو كان موضوع الرسالة نعم فعلا هي هذا اختيار العنوان أصلا كان تحدي يعني تحدي بالنسبة لي أنه أنت طالبة سورية محسوبة على طبقة الفئة اللاجئين الموجودين هون بتركيا فمباشرة بشكل مباشر أنت ما بتقدر إلا تتبنى هذه القضية وتتناقشها برسالتك أو ببحث العلمي اللي أنت عم تحكي عنه ففعلا هو البحث العلمي اللي ساويته ورسالة الدكتورة والمقالة اللي كتبتها العلاقة باللاجئين السوريين شلون الإعلام غطى قضايا هون الاجتماعية والثقافية حسرا فينقول حتى الإنسانية إذا بشكل أدب وكيف كان الإعلام أصلا عم يمثل قضايا هون فعلا كانت الرسالة كبيرة موزعة لثلاث أنواع من الأدوات المنهجية اللي استخدمت تحليل مضمون واستبيانات وحتى مقابلات مع الصحفيين هذا الكلام كتير مهم يعني أنت أدر الناس ونحن أدر الناس أنه هذا الكلام كتير مهم بخلال بحثك بهذه النقاط وتعاطي الإعلام مع الوجود السوري وين لقيت أكتر شيء في ضعف يعني في أكتر شيء حتى إذا بدك ممكن يعمل خطورة على حياة اللاجئ فعلا زي ما نحكي بالنسبة للشق التحليل المضمون هو كان أكتر حدا متبني قضايا اللاجئين بشكل قوي لأنه حللت مضمون قنوات ألمانية وبريطانية وفرنسية وقناة الجزيرة القطرية فكانت القناة الألمانية هي أكتر حدا رصد واقع اللاجئين السوريين الإنساني والاجتماعي إذا بنا نحكي عن الإعلام التركي هون حاولت أنا حلل مضمون للأسف ما كان فيه عندنا أرشيف حقيقي للمواد الاجتماعية والإنسانية اللي عم بتخصي اللاجئ فلذلك أنا توجهت لمقابلات للاجئين سألتهم شو رأيكم بالإعلام التركي كيف عم تحسوا بمثلكم بمثل قضاياكم فيعني تقريبا تسعين بالمئة من الإجابات قالت أنه الإعلام التركي للأسف عم يحاول يشيطن دائم قضايا السوريين اللاجئين السوريين يستخدمهم كورقة ضغط وورقة سياسية بيتحركوا فيها أحيانا بيكون هنا ضحايا الإعلام ما بيتم التركيز على القضاياهم وقصص نجاحهم وإنما بتنمى التركيز على قضايا الاغتصاب والتحرش اللي بيتم دائما عرضها بالإعلام التركي سواء كان الحزبي أو حتى الرسمي فهي فعلا النتائج أبرز نتائج الدراسة اللي استخلصتها وأنه تتبين لك شلون في عندك فروقات بالتغطيات الإعلامية يعني من وراء الدول اللي بتبس من ناحية القناة سورة هلا يعني شو الحل يصير الإعلام نصير اللاجئين ونحن نعرف بأنه اللاجئين هم الحلق الأضعف بهذا المجتمع يعني نحن دائما يعني بتصور كمنظمات مدنية مجتمع مدني وحتى كإعلام من طالب أنه يكون في عنا ربط أو تشبيك حقيقي بيننا نحن كإعلاميين سوريين وبين الإعلاميين الأدراك أو حتى الموجودين بدول المستضيفين يعني خلينا نقول بالمجتمعات المضيفة فمجرد ما يصير فيه تشبيك حقيقي نحن ننقل همومنا وهنا نعم يغطوننا ياها أو حتى مثلا نحن ننقل قصص نجاحنا وهنا نغطوها بلغتنا أو حتى كمان مسألة اللغة كمان كثير مهمة نحن كمان كسوريين لازم يكون في عنا كوادر متمكنة من لغات المجتمع المضيفة فهدول النقاط هنا أهم نقطتين لازم نحن نطورهم كصحفيين أو حتى كمقيمين موجودين بالمجتمعات المضيفة فهدول القصص بالاعتماد على شبكة إعلامية مثلا إعلامية تركية سورية أو حتى إعلامية سورية مع المجتمعات الثانية مضيفة بيكون هذا كتير له دور فعال فعلا بأنه تلهي الفجوة ونخفف من الاحتقان اللي بيصير دائما كفترة والتانية بشكل خاص بفترات الانتخابات طب يعني هلأ حاليا أنت حصلت على الدكتورة يعني الإنسان بعد ما يحصل على الدكتورة أنه خلاص وصل سقف إذا بدك بالإعلام شو نعم يتعاملي بعد هلأ؟ والله دائما عندي كتير خطط يعني اللي بيوصل لمرحلة الدكتور بيضل عينه على البروفيسور فأنا عندي يعني أنه عندي أنه هذا الحافز أنه أنا أوصل لهذه مرحلة استاذ مساعد وبعدين استاذ مدرس البروفيسور فإن شاء الله أوصل بيوم من الأيام بس طبعا أنت بتعرفي أنه نحن كمان في عنا مشكلة الإمكانية أنه السوري يسافر بشكل أو بآخر فأنا عم حاول إلا قراس الجامعات قدر كمل هاي المرحلة الدراسية برا إيمك عن أنه الجانب الأكاديمي كمان أنا بدي أعزز وجودي أكتر هي من ناحية الدراسة من ناحية التدريس كمان بنفس الوقت وبحس أنه ما لازم أتخلى عن مهنة الأساسية اللي هي مهنة الإعلام لازم حاول وازن بين هدو والفعل بكتير خطات إن شاء الله قدر ساويه يا ميلا شكرا لزيارة